اشتركوا في القناة اتجاه اللاجئين والذين هم ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات مضحا بأن سر نجاح المؤسسة في توصيل المواد وخدمة اللاجئين يعتمد على الأسلوب الإبداعي في تنفيذ المشاريع لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والتنموية للاجئين والنازحين مع الحفاظ على كرامة المستفيدين وشملت هذه المساعدات دعم الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أدخلت مساعدتها إلى غزة بالإضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان والجرحة في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية وبناء مستشفى ميداني في غزة ومجمع سكني مكون من خمسمائة وحدة سكنية إضافة إلى مدرسة ترجمة نانسي قنقر